ألم الأمراض العصبية نيرولوجي نتحدث اليوم عن أذيات النخاع الشوكي في المحاضرة الأولى أولا أنا الدكتور أحمد اليوسف الآن أدرسكم بعض حالات أو بعض مخاضرات العصبية نتحدث فيها عن حوالي عشر مخاضرات مبدئيا في هذه المحاضرة ننطلق وإياكم لنرى حالات سريرية هذه المحاضرة من المحاضرات الشيقة والممتعة والهم جدا على مستوى الحياة العملية والحياة النظرية هي عبارة عن مقاربة للعديد من الحالات حوالي 6 حالات سريرية وفي ثنايا المحاضرة وفي ثنايا الحالات نلحظ فيها بعض العلامات السريرية والأعراض التي يشكل منها المريض وأيضا نلحظ بعض المتلازمات الموجودة وكيفية تعريف هذه الحالات وكشف مستوى الأذية العصبية إضافة إلى التشخيص التفريقي مرورا بالعراض والعلامات وأيضا التدبير والإنذار بداية نأخذ مقاربة عامة بشكل عام للإصابة النخاعية تركيزنا اليوم عن الإصابة النخاعية حيث توجد بعض الأعراض والعلامات التي يعاني منها مرضى الأذية النخاعية وهي مشمولة بهذا التعداد أولا ممكن يسير في عنا ألم بالعمود الفقري أو إصابة حركية في أحد الأطراف الأربعة أو في الأطراف الأربعة جميعا أو إصابة شقية وحادية الجانب أو ثنائية الجانب ثالثا المريض يشكي من مستوى حسي للإصابة بغياب الإحساس وتحته لا يوجد إحساس وأيضا قد يشكي أيضا من وجود الإحساس في أعلى هذه الإصابة اضطرابات في المصرات البولية والشرجية كأنفلات المصرات وعدم السيطر عليها بشكل إرادي حتى تترسخ هذه العلامات الأربع ألهامة جدا الألم بالعمود الفقري والأصابة الحركية والمستوى الحسي والطرابات المصرات عم نشوف أنه الألم الألم هو موجود بأغلب الأذيات إصابة حركية إصابة حسية اضطراب الجهاز الإعاشي إذن هاي أربع شغلات حتى نشوف هاي الشغلات بشكل أفضل لازم ناخد شوية حالات سريرية وندرسها حتى نعرف شو عبصير معنا أول حالة سريرية هي عبارة عن شخص بيشتغل عازل في عمره 55 سنة صار في عنده على مستوى توزع العصب الزندي صار في عنده خدر تدريجي وبعدين شوي شوي خلال عدة أسابيع الأشهر صار يشعر بوجود تيار بارق ينتشر من رقبته حتى ذراعيه فلما بيحني رأبته لأدام وبطلع على الأرض وبعد فترة صار في عنده فريكونسي صار في عنده علامات بولية يعني علامات المصرات البولية اللي هو الإلخاح البولي طبعا المريض بيأسلو أنه هو مدخن من زمان وهو مريض ربو بيستخدم بخاق للربو غالبا بيستخدم الفينتولين بتاتو أغونست الآن خلينا نحكيه بشويه بالتفصيل عن أنه عمر المريض عمره 55 سنة شباب للستين خمسة وستين ممكن يكون مرحلة الشباب المهنة هام جدا مثلا أصاب ولا عازف ولا بنى ولا مثلا رياضي عازف هذا الرجل والإصابة في منطقة التوزع والعصب الزندي فمن توقع وين ممكن تكون الإصابة هالإصابة حادة فجأة حدثت أمنها مترقية مترقية خلال عدة أسابيع إلى أشهر أيضا تطور لي أحد العلامات السريرية الهامة جدا التي نتحراها في أغلب المرضى في أدية النخاع الشوكي إذا ممكن حضروا تكون مثلا تشاركونا برأيكم شو ممكن تكون اسمها العلامة هاي اللي بيعرف ممكن يشاركنا برأيه إذا فيه شات أو فيه كلام ما مرفزا الإخوة بيسمحوا بأنه مشاركة بهذا الوقت ولنعيف الأسئلة للأخير القوس المؤلمي حكيم عفوا دكتور القوس المؤلمي القوس المؤلمي ممكن ممكن أيضا هل من مشاركة أخرى من الزملاء حكيم اسم العلامة علامة ليرمت أحسنت دكتور أحسنت شكرا لك هل نعمل approach primary approach for this patient اللي هو المقاربة الأولية أول شغلة نقول أنه هذا فعلا تطور تدريجي للأعراض الإصابة الحادة ممكن تكون هل هي في إصابة رضية نتيجة مهنته أو إصابة يعائية نتيجة أنه عبدخن كتير صار عنده أثير والسيكليروسيز صار في عنده عصيدة شريانية ولا الربو إلو دخل ولا الدول عبي يخده إلو دخل مثلا هذا كله يتحطه بعيني الحسبان فالخدر حقيقة في منطقة توزع العصب الزندي ممكن يدلنا أنه العصب هو منصاب أو جذر العصب هو منصاب فلازم نبين هذا الشيء من خلال المقاربة اللي رح أشوفها فالتيار البارق اللي عم يشعر فيه المريد مثل ما قال الدكتور جزال الله خير أنه هاي اسمه علامة ليرميت ساين هو عبارة عن شعور بشبه تيار كهربائي بقى لك كهرباء أجت من رأبتي حتى إيدي أو حتى ذراعي أو ممكن تمتدل الأسفل على مستوى العمود الفقري لما المريد بيتني رأبته حقيقة الأمر الزملاء العزاء تدل على إصابة النخاعية في التسلب الويحي التسلب الويحي المس وممكن تدل على أذيات نخاعية أخرى ضاغطة في أو في عوز طبعا أشهر عوز معروف بالأذيات النخاعية العصبية هو عوز والله الإلحاح البولي بيسر بيؤدي إلى عفوا اتربي المسرات البولية وأيضا هو بيدل على أذيات نخاعية ننتقل لنقطة البعد الهامة جدا اللي نحن بعد ما أخدنا القصة هالي هي الفحص السريري فالفحص السريري لاحظنا أنه عنده القوة والمقوية العضلية طبيعيتان ما في عنده ماسكولي آتروفي ما في عنده ضمور عضلي ما في عنده مشكلة بالسنزيشن ولا في في عنده حس التوتش اللمس في عنده نقص كمان بيحس الألم باليدين هلا الأخمصيين فحصوا من طبيب العصبية قالوا هذا بالإنبساط فالأخمصيين بالإنبساط شو معناته أيها الزملاء طبيعي ولا مو طبيعي بابنسكي ولا ما بابنسكي ممكن حدا يجاوبنا دفتور بتكون بابنسكي بابنسكي إيجابية يعني العلامة يعني هذا عنده مرض في مشكلة إيجابية نعم يعني صوت لازم نصبون محركة وجود بابنسكي أحسن تمامي يدل ذلك على أن الأخمصي بالإنبساط أي أنها positive sign أي أنه there is a lesion في هذا المضمار فهي علامة إيجابية هلا أخذوا كمان منعكس العدودية الكعبورية والبيسيبس فقالوا أنه البيسيبس والعدودية الكعبورية تنينة absent تنينة غايبين ولقوا أنه منعكس التريسيبس مثلثية الرؤوس مشتد فيه بهذا المناكس وفي زيادة بمقوية الطرفين السفليين دون ضمور أو ضعف عضلي مع اشتداد المناكسات الوترية فهذا الفحص فحص حقيقة فحص معقد عند هذا المريض إصابته بالأساس معقدة شوي نسبيا فلازم نشوف هل الإصابة هي حسية أو معزولة حسية معزولة حركية أو حسية حركية أم هل هي إصابة محيطية أم هي إصابة مركزية فمن العلامات الموجودة هلأ اللي شفناها أنه في عنا اللور موتور نيرون العصبون المحرك السفلي في سؤال زمناء صوت واضح إذن شكرا نكمل العصبون المحرك السفلي في عنا أذية بالعصبون المحرك السفلي كيف عرفنا كيف عرفنا استدلينا بغياب منعكس البايسيبس والعضوضية الكعبورية كما نلاحظ أنه إصابة العصبون المحرك العنوي الأبرموتور نيرون بسبب اشتداد اشتداد منعكس الترايسيبس ثلاثية الرؤوس وعننا كمان زيادة من قوية الطرفين السفليين مع اشتداد في منعكسات الواترية إضافة مثل ما قالوا الزملاء في عنا بوزيتف بابنزكي ساين علامة بابنزكي أخ مصيب الانبساط الآن شو منا نعمل إكسبلانيشن لهذه الحالة فلازم نروح على مقطع بالنخاع الشوكي ونتخيل أنه نشوف عنا إصابة بهذا المقطع فمنلاحظ أنه الإصابة إما تكون بشكل مقطعي أو إصابة بشكل حزمة طويلة فالإصابة تاخد شكلين أساسيات الإصابة المقطعية سببها هو تأذي الجذور وتتظاهر أذية بأعراض حسية أو حركية موافقة للجذر المتأذي إذن الإصابة المقطعية السببها هو أذية بالجذر إما حسي أو حركي موافقة للجذر المصاب وأيضا نلحظ تأذي القرن الأمامي أو الخلفي الأمامي حركي والخلفي حسي فمكن هذه مكان الإصابة بهذا المقطع الموجود فعم نشوف المقطع القرن الأمامي والقرن الخلفي العقدة الحسية الموجودة فهي الصورة الترسيمة بتوضح إصابة مقطعية في النقاع مع إصابة الحزمة الطويلة في المادة البيضاء هذه الحزمة الطويلة اللي عم تشتاز المادة البيضاء فيها إصابة الحال السريري عم نشوف أنه في عنا إصابة مقطعية بالنقاع الشوكي ليش عرفنا أنه هي بمستوى C566؟ لأنه في C566 بتعرف حضرتكم مسؤولين عن نورون السفلي بالبايسبس والعدودية الكعبورية والأسفل من هذا المستوى في عنا إصابة الحزمة الطويلة إصابة الحزمة الطويلة مسببة لأعراض الأبر موتور نيرون أذية العصبون المحرك إلى الوي هل هنا نحن لازم نطلب تصوير شواعي وأبرز تصوير شواعي لازم نطلبه شو هو شو ممكن نطلب بأذية العصاب الشوكية أذية النخاعية لازم نضع سامية مرنان مرنان ممتاز فعم نشوف أنه في تنكس شديد في دي جينيريشن موجود هذا مكانه هذا التنكس الموجود عم نشوف من هذا المقطع وحتى هذا المقطع الكمبريشن الموجود عم نشوف المادة البيضاء في أذية في تنكس المادة البيضاء وفي عنا حقيقة الأقراص الفقرية اللي عم تعمل عم تضغط على النخاع الشوكي هذا أهم سبب من أسباب المتلازم النخاعية بعد عمر الخمسين وهون بمكان هذا العنق بهذه الأذيات الفقرية الموجودة هذا المريض بحاجة ل تداخل جراحي علشان ينزال الضغط بهذا المكان لأنه إذا ما نزال الضغط ممكن تستمر العراض بالزيادة ويصير فيه دي جينيريشن أكتر بمنطقة النخاع الشوكي الرقبي ويؤدي ذلك إلى باد بروغنوسيس فلا بد من إجراء تداخل جراحي حسب رأي أغلب الجراحات والمراكز والمراجع العصبية على المشوفة على اليمين هي علامة ليرمت أنه ممكن أنت تعمل ضغط إيجابي بأيدك ضغط فاعل على المنطقة القذالية إلى الأمام يحن المريض راسه الأدام فبتلاقي أنه وجود علامة تيار بارق يمتد من العنق وحتى الذراعين أو اليدين فالمهنة مثل ما ذكرنا أول شيء إلى دور كتير أساسي وأنتم حضرتكم كمان كزملاء دارسين وموجدين تدرسوا كتير لازم تعملوا التمارين المناسبة بين كل 20 دقيقة كل 25 دقيقة تعملوا شوي التمارين المناسبة عشان أنه تخفف الضغط على النخاع الشوكي خاصة كتاب تدرس من لابتوب أو ختاب درس من دفتر أو كتاب أو ملخص أو محاضرة علشان ما تتعرض لدي جنيريشن بالمستقبل لأن حياة الطبيب كلاتها دراسة من أول ما يدخل لكلية الطب أو يخطط للدخول لألها لحتى ما يعني يغادرها يبدنيا فحياة الطب هي كلاتها دراسة من ما بتعرفه فلازم إحنا الأطباء نأخذوا ذلك بعين حسبان عشان ما يصير معنا هذا الكمبلكيشن الآن في شيء تاني اسمه قطعات الجلدية اللازم نحن نعرفها بالفقرتين التانيتين القطعات الجلدية والقطعات العضلية بمستوى الإصابة النخاعية المقطعية للطبيب أو المريض إنه إصابة بالقطع الجلدي معين أنت تتوجه وين المشكلة الفقرية الموجودة وين الشدفة الرقبية أو الشدفة الظهرية أو القطرية المصابة القطعات الجلدية درما توس هي عبارة عن مناطق من العصب حسيا من جدر حسيا الخلفي التابعة لأحدى الشدفة النخاعية واعتبر العصب الشوكي الرقبي الأول السي واحد السي واحد هو المسؤول عمشوف حضرتكم أنه إحنا في عنا العصب الشوكي الرقبي سي ون السيرفيكال ون هو العصب الشوكي الوحيد الذي رايح منه تعصيبا حسيا هو حركي فقط ويفتقدون الحس الآن الخارطة اللي رايح نحكي عنها هي عبارة عن خارطة حسية نقاط علام هي عبارة عن الفقرات التالية تعصيب حسي الوجه يأتي من العصب القحفي مثلث التوائم الخامس عدى زاوية الفك السوفي تأخذ تعصيبها الحسي من العصب الشوكي الثاني السي تو تكون العصاب الحسية من سي خمسة حتى تي واحد مسؤول عن تعصيب الطرف العلوي حسيا إذن من أين يتعصر الطرف العلوي حسيا عصاب شوكية من سي خمسة حتى تي واحد هلأ قطاع حلمة الثدي بيأخذ تعصيبه هو عبارة عن نقطة علامة هامة جدا من الشدفة العصبية الصدرية تي أربعة أما قطاع السرعة من تي عشرة فنحن بنحفظ إنشاءالات نقاط العلامة الأساسية مثل ما أنه الطرف العلوي سي خمسة تي واحد حلمة الثدي تي أربعة قطاع السرعة تي عشرة فمعناته الصدر من وين لوين عم بيمتد من تي تو حتى تي ستة شدفتان فوق وأخرى تحت مستوى حلمة الثدي أما بالبطن عم نشوف متي 8-12 بنفس الطريقة فهي حتى تسهلنا الحفظ وهذا سؤال هام جدا ممكن واحد يركز عليه عشان يعرف إنه شو العصب المصاب لما بتتأزهي المنطقة حسية هلأ الوجه الأمام من الطرفين السفليين تعصيبه منين بيجي يا جماعة بيجي مشدف القطنية عدل خنصر منين بيجي منين بيجي من الاس واحد أما الوجه الخلفي من النقاط من الطرفين السفليين شو بياخد من الشدف العجوزية إذن القطنية هي مسؤولة عن الوجه الأمامي من المهم معرفة إنه تعصيب منطقة تناسولية والمعصرة الشرجية يأتي من الشدف العجوزية ثلاثة وأربعة وخمسة فهلأ إذا صار في أزية بالشدف العجوزية أو إصابة بهذا المكان فمعنته في عندنا مشكلة بمنطقة ذيل الفرس الملاحظة السرية الهامة اللي مركزين عليها إنه من الممكن إترافق الشرط في الطرفين السفليين محص طبيعي فيهما فتكون العلامة الوحيدة الموجهة لإصابة ذيل الفرسي غياب الحس في منطقة العجوزية والشرج وغياب منعكس معصرة الشرج وهذا بدل على إصابة الشدف الـ S3 والـ S4 والـ S5 وهو ما يسمى بحس السرج سادل سنزيشن إذن معناته ملاحظة سريرية ممكن هي تكون كتريكي نوتس عند بعض المرضى إنه ممكن يترافق الشرط بالطرفين السفليين محص طبيعي محص طبيعي هذا ممكن نشوفه كمان بأذيات ذيل الفرس وفي عنا نلاحظ معها غياب حس منطقة العجوزية والشرج وهي بتأدي لها إصابات أو شوف فيها إصابة الـ S3 والـ S4 و S5 وهو ما يسمى بحس السرج الصورة الموجودة على اليسار هي صورة توضيحية عشان نعرف فيها النقاط المفتاحية للتعصيب والنقاط الجلدية بدءا من الـ C2 نحن نازده لتحت طبعا ممكن إذا واحد أخذ عليها نظرة للاطلاع علشان نشوف كل منطقة تشريحية جلدية شو فيها زيات الآن اتنين هي القطعات العضلية الحركية وهي عبارة مجموعة عضلية معصبة من مستوى نخاع واحد فعمشوف شو هي الوظيفة الموجودة على اليسار شو أن العضلات وشو هي الشدفة المسؤولة عن هذا الشي فالشهيق inspiration مسؤول عنه عضلات الحجاب الحجاب يتمثلنا على درسته السابقان سي ثلاثة واربعة وخمسة هلأ عم نشوف أنه في عنا اللي عاطفات المرفق وابداكتر ومبعيدات الكتف كمان العضلة الدالية والبيسيبس وكمان البراكي والبراكياليس أيضا العضوضية الكربورية كمان من سي خمسة والسي ستة العاطفات الرسغ عم بتاخد من عاطفات الرسغ اللي هي متجي من سي ستة وسي سبعة أما عاطفات المرفق فهي بتاخدها أيضا الثلاثية الرؤوس العضوضية وعم نشوف أنه عم بتاخد من سي ستة وسي سبعة وسي ثمينة أيضا الإيد الداخلية عم نشوف أنه عم بتاخدها مجموعة بتتعصب من سي ثمينة وسي تواحد مبعيدات الورك عم نشوف عم بتاخدها كمان من الاتنين الاتلاتة أكثر الشغلات اللي بيهمونا بهذا الجدول حقيقة هي الشهيق عدرة الحجاب الحاجز الكتف والرسغ والمرفق وأيضاً الركبة المربعة الأوسف الفخزية وكمان الكاحي اللي بيهمنا كتير بشكل كتير أساسي وأيضاً منطقة معصرة الشرج إذن هي كانت الحالة الأولى وكانت بعض الدراسات عن حالات القطعات الجلدية والقطعات العضلية وشوهن العضلات المسؤولة عن وظيفة وشوهن الشدف القطنية أو الشدف العصبية الموجودة سواء كانت على مستوى العنق أو الصدر أو القطن أو العجز هاي الحالة الأولى إذا حدا عنده سؤال عليها ممكن نحكي فيه إذا ما حدا عنده سؤال ممكن نتقد للحالة الثانية أو بتحبوا حضرتكم أجلوا كل أسئلتكم للأخير اللي بتشوفوه مناسب تكرموا في حدا عنده سؤال زملاء لا حكي ما في مشكله شكرا جزيلا الحالة الثانية كمان أنا وعدكم أن تكون هي ست حالات ممتعة الحالة الثانية هي عبارة عن مريضات منوطة تين سينما كان عندها سابق شخصية بس في عندها عدم توازن أثناء المشي وفي عندها تشنج بالساقين في عندها شوية أمساك مزمن وعندها إلحاح بولي ولحظة زوجها أنها تبدو متعبة وتثار بسرعية أمتين عصبية نرفوزة يعني من كلمتين بتبدايق فمريضة 38 سنة تحت الأربعين ما في عندها سوابق في عندها عدم توازن أثناء المشي تشنج بالساقين وعندها أمساك ومزمن وعندها إلحاح بولي وعصبية فما نشوف من بعض دول الشغلات شو ممكن نستنتج؟ أول شي العمر 38 عندها عدم توازن أثناء المشي وتشنج بالساقين في عندها علامات بالجهاز الإعاشي إلحاح بولي ونفسيتها كمان ممكن تتعبسر عصبية نرفوزة ممكن يكون في شي غدي أو لا ممكن يكون في شي عصبي أو لا بس ما عرفنا شو بتشتغل ممكن تكون يعني ربة منزل أو ممكن تكون كمان مدرسة أو طبيبة أو أي شيء أو ممرضة وممكن لا ما بتشتغل فبفحص السرير يعطونا هنا شوية اتشارات إيجابية يهمة جدا بالأبروتش الأولي المقاربة الأولية أول شي في عندها ضعف خفيف في الطرفين السفليين علامة رومبرج إيجابية نتيجة خلل والتوازن أثناء المشي فبزا في عندها رومبرج إيجابية مفكر بمشاكل المخيخ بشاكل صريح والحبل الخلفي ممكن في عندها اجتداد منعكس الضاغسي والركبة في نقص بحس الألم والحس الحرارة وفي عندها غياب كامل بمنعكس وتر أشيل اللي هو دابريان منعكس وتر أشيل في عنده غياب وأيضا في عندها غياب بحس الإهتزاز أيضا وين بالطرفين السفليين وبصراحة لما وحصوها ما في مستوى حسي للإصابة يعني الحس ما في عندها توقف أو أذية فيه عن مستوى معين إذن خلاص للفحص السريري في عندها ضعف بالطرفين السفليين في عندها علامة مخيخية في عندها علامة انعكاسية سواء كانت منعكس الضاغسي أو الحس الألم الحرارة وأيضا في عندنا مشاكل بمنعكس وتر أشيل وفي عنا مشاكل بالاهتزاز بس ما في مشكل حسي واضح في مستويات الحس فشو ممكن يكون هاي الحالة رح نشوف انه اول شي عدم التوازن او الرنح ممكن يكون سبب مخيخي او دهليزي او إصابة الحس العميقة تشنج الساقين صراحة ممكن يكون اسبابه التعب العضلي المهنة اللي عم تشتغلها مدرسة وقفة طول الوقت دكتورة سنان دكتورة عند مناوبة مثلا خاصة من دكتورات نسائية دكتورات الاطفال دعبانة بالمناوبة ما موجه بشكل صريح لازية عصبية واضحة ممكن في عندها شوي تنشن عصبي مثلا شوي ممكن يكون في عندها او كانت عب تعمل الرياضة بالجيم فما كتير يعني بيعطينا specific orientation to know what the specific lesion of the neuron الثالث هو الامساك المزمن للحاح البولي بتعرفون هذا حكينا سابقا بشراء الترابات المصرات الترابات المصرات فهم كان يكون سبب موضعي هضمي او بولي ممكن ازيئة ثانية ازيئة رضية الى اخرى او بسبب التراب عصبي على مستوى الشدفات فمتل ما ذكر حتى الزملاء ممكن يكون في اذية بالقوسة الانعكاسية او الاعصاب المحيطية او ممكن يكون اذية مركزية شدفية المقاربة الرابعة هي التعب والضعف العضلي بالطرفين السفليين لازم هنا نعمل يعني نناقشة وتمييز هام جدا بين التعب الناجم عن سبب جهازي معزول او في عندنا امراض او في سبب نفسي فاذا كان التعب ناجم عن سبب جهازي معزول مثل فقر الدم بعوز الحديد او عوز البيت ناش او ازيئات انهية نباتية ما بتاكل مثلا بروتينات او كذا او في عنده اذية غدية بالدرق او اذية غدية بالنخامة فلازم نسأل عن هاي بالهستوري او في عندنا سبب نفسي طبعا السبب نفسي ممكن يعمل تعب عضلي وضعف عضلي بكتير مسبب من الحالات ممكن يكون المنشأ مثل ما بتعرفوا عصبي بحت المنشأ العصبي البحت ممكن يكون له اربع اشكاليات اساسية او اربع تصنيفات يعني درسته حضرتكم بالمحاضرة الاولى ممكن يكون بشكل كتير بسيط بدءا من الابر موتور نيرون نيرون المحرك العلوي واللاور موتور نيرون المحرك السفلي عصب محرك السفلي والجنكشن العصبي النيرف ماسكلر اللي هو الوصل العصبي العضلي وممكن المصل اللي هي فيها المشكلة اذا اربع شغلات بدءا من القشر المحرك والأذية الحركية ايضا محرك السفلي وايضا الوصل وممكن بالعضلات عند المشباك وعند العضلات فلازم هذول الشغلات المنشأ العصبي يكون محطوط بعيني الحسبان الشغلة الخامسة ليش مشتدة عند العصاب المحركة الضغسية مشتدة لا نعرف ليش لأنه يدل على إصابة بالعصاب العصاب والمحرك العلوي غياب منعكس أشيل وترأشيل يدل على اعتلال أعصاب محيطية أو محرك سفلي المقاربة السابعة قالوا بالفحص أنه رنبرج إيجابي فإما يكون حس عميق فيه مشكلة أو دهليز لأذن الباطنة فيه مشكلة وممكن المخيخ فيه مشكلة الثامن هو نقص حس الألم والحرور والاهتزاز بطرفين سفليين هلأ ممكن يكون سبب إصابة الحبلين الخلفيين الحبل الخلفي والحبل الجانب هي إصابة نخاعية مركزية وممكن يكون بسبب عصاب المحيطية لإلوه أسباب كتير كتير من ضمن عوز الفيتامينات من ضمن الانتوكسيكيشن ومن ضمن أيضا التيومر ومن ضمن أيضا الردود التروما الشلل التاسع أنه ما في مستوى للحس الإصابة لا يوجد مستوى حسي للإصابة هلأ هون نحن بالنسبة لمستوى حس الإصابة هذا ممكن نركز عليه كمان ونشوف إذا في عنا ترانسفاس، ميلاتس أو في عنا أذيات أخرى هلأ لحد هون أنه هل نحسن نعمل أورينتيشن أو أبروش أساسي أن الإصابة مركزية أو محيطية؟ صعب نعرف بهالمقاربات التسعى لأن هذا الفحص السريلي بحت وممكن نركز هنا كمان ونقول أن نقل الحس العميق يبدأ من النهاية العصبية في الأوتار والمفاصل صعوداً عبر العصابي والجذور ووصولاً للمراكز العصبية أو إن إصابة يعني أي إصابة بتكون على مستوى طول الطريق السابق محيطية أو مركزية ممكن تؤدي للطرابات بالحس العميق حتى نتأكد من وجود إصابة عصبية محيطية وهو غياب وتر أشيل ريفلاكس ريفلاكس عفواً هو غيابة دابريون نعمل إيش؟ نخطيط أعصاب وسرعة النقل العصبي فعملنا وتأكد في عنا وجود باعتلال عصبي محيطي البريفرال نيروباثي موجود ولكن لم يكن كافي لتفسير اشتداد المنعكسات لذلك لجأنا لتصوير النخاع بالرنين المغناطيسي وتبع ملاحظة بقرة على T2 فيها هايبر فيها إشارة عالية على T2 على الزمن الثنين محددة بشكل واضح من الفقرة الظهرية الأولى إلى الرابعة إذن في عنا الرنين المغناطيسي ليجن وآفة عصبية موجودة محددة بشكل كتير أساسي وواضح من الفقرة الظهرية T1 حتى T4 معناته إذا الفقرة الشدفة الشدفة الظهرية T1-T4 هاي بتأكد وجود إصابة نخاعية مركزية معناته في عنا إصابة محيطية وإصابة مركزية وبدأنا نعمل شوي التحليل حتى نتأكد فمشوف عملنا خضاب للمريضة 3-10 الهيماتة كريد تلع 36 الـ MCV تلع 105.9 مرتفع والبيت نعش 202 بيكو جرام فالعشرة معناته خضابة نازل مهماتة كريدة شوي نازل والـ MCV مرتفع خجم الكورية الوسطية مرتفع والفيتامين بيت نعش ديفيشنسي موجود يعني هو الحد الأدنى الطبيعي فمعناته هي فيه عنده فقر دم كبير الكريات وهذا ممكن نسميه فقر دم خبيث ممكن يكون سببه البيت نعش ديفيشنسي أو البيت 9 بس البيت نعش مثل ما بتعرفوه هو اللي بيسوي أزية عصبية مركزية حقيقة ومحيطية فالبيت نعش هو المتهم الأساسي بهذا الموضوع فهو ممكن يعمل إصابة عصبية محيطية وإصابة عصبية مركزية البيت نعش فالبيت نعش عوزه وممكن يسوي اختلاجات ممكن يسوي ارتفاع توتر داخل القحف ممكن يسوي اضطرابات بصرية اعتلالة حسية عصبية محيطية واضطرابات حركية أيضا جهازية وممكن أيضا يسبب تعب عام وممكن يسوي بنقص شهية وممكن أيضا يسبب أزيات على مستوى العصاب المحركة لكرة العين وأيضا كرة العين وأيضا الرؤية فممكن نتوجه أنه شو ممكن يكون عننا الموضوع فيكون التشخيص النهائي هو التصلب المتعدد تحت الحاد اللي هو Sub-Acute MS Multiple Sclerosis Sub-Acute هلأ التصلب المتعدد تحت الحاد ما أرى بزيادرسته سابقا اللي هو ممكن يصيب أي مكان بالجملة العصبية المركزية حقيقة رح نحكي عنه بشكل أساسي بهذه المحاضرة المعلومات الهامة اللي ممكن نحن نستفيد منها فالتصلب المتعدد تحت الحاد هو إصابة نخاعية انتقائية مترقية يعني في عنا Process Progressive تصيب كل من الحزم الهرمية والعصاب الخلفية الحبال العص الخلفية أصدي وهذا الشيء الأهم إضافة الإصابة عصبية محيطية وتنتوج كلها على نقص الفيتامين B12 وهو ليس بالنادر حيث نلاحظه عنا بالمنطقة موجود لأنه نحن عنا في كتير يعني أهل نزوح ومخيمات ونقص بالتغذية خاصة عند الأمهات وهي المريضة هون هي مريضة 38 سنة فنسبته مرتفعة تقريبا 80% والدول متقدمة 10% فلذلك إن 10% من إصابة مركزية سواء يعودوا إلى عوز الفيتامين B12 هلأ ينتوج نقص الفيتامين B12 عن كتير حالات مثل الكحولية بيشربوا كحول خمر والإيدز فقر الدم الوبيل مشاكل المعدة وسواء الامتصاص ونمط النباتيين التغذية النباتية مثل ما ذكرنا بداية المقاربة للمريضة إذا كانت نباتية أو عندها قهام عصبي أو عندها مشاكل بالتدبير الغذائي هلأ نحت الميتين منخفض مثل ما إنها حد الأدنى الطبيعي عباد الميتين 300 يعتبر يعني بوردر لاين يعني حدي فلذلك هذا أحد أنواع التنكس الموجود الفيتامين B12 ضروري جدا من أجل الوظيفة الدموية والوظيفة العصبية وهون بهمنا بالوظيفة العصبية وتصنيع غمض النخاعين وهو المايلين شيث وهو ضروري جدا لتصنيع الDNA ولنضج الكريات الحمراء في نقلي العظام فمنها السبب نحن عم نقول أنه عوزوا لهذا الفيتامين ممكن يؤدي إلى اضطرابات وخلل في الوظائف السابقة ففي عنا إصابة الحبل الجانبي خاصة الحبل الهرمي وهي بتتظاهر على شكل لأنه هو حزمة هرمية بتعرفوا هرميين خلايا الهرمية موجودة بالقشر الأمامي المخاع الشوكي أمام المنطقة فهي بدل على الأبر متريرون عصبون محرك علوي أما عصبون محرك سوفيفة غير إصابة فإصابة الثانية هي إصابة للحبل الخلفي فيه اضطرابات حس الوضع والاهتزاز ومشي مترنحة تزداد سوءا ليلا ورامة رمبرج إيجابية والمشي العسكرية ولد الخرقاء أيضا في عنا اعتلال الأعصاب المحيطية خدر وتنميل بالأطراف العلوية والسفلية وممكن نشوف غياب للمعاكسات إذا في عنا إصابة مركزية مثل ما ذكرنا إصابة دماغية بالفصل الجبهي ممكن تؤدي إلى إصابات نفسية تؤدي إلى والطرابات في الشخصية والقرارات الخاطئة والتسرع في اتخاذ القرار وأيضا المبالاء والسرعة العصبية والنرفزة مثل ما ذكرنا وممكن يؤدي إلى تراجع في الوظيفة الحسابية والذهنية والطرابات سلوكية والطرابات عاطفية الطرابات الجملة الذاتية اللي ممكن تكون أيضا جهاز الإعاشي اللي هو مسؤول عنه غمضة شوان كنا تعرفوا إصابات ممكن تكون طبعا محيطية ومركزية الآن في عنده أمساك أو الحاحب أو لي ممكن يكون عرض الأساسي ممكن أيضا يكون عندنا impotence impotence عنانا impotence عنانا عند الرجال سوء الوظيفة الجنسية الطرابات الاستقلاء الوظيفة الجنسية والانتصاب فأيضا الليبيدو يعني ممكن تكون متأثرة حتى عند الجنسين الشيء السادس نحكي فيه التظاهرات الجهازية اللي هو فقر دم كبير الخلايا وضخامة في اللسان ممكن يكون في عنا نقص بالصفيحات والكوريات البيضاء إضافة إلى نقص إيش الحمر فهو نصرف عنها تخبيط لسلسلتين أو أكثر مما يدل على مشكلة في نقي العظم فإذا كان الفيتامين بي 12 الفيتامين بي 12 إذا كان في نقص واضح يؤدي إلى خلل بتكوين السلاسل الدموية الثلاث في نقي العظم النقطة الأساسية اللي نذكرها هون نحن نشوف أنه أول شيء أنه بالتشخيص التفريقي أنه بنتيجة عدم التوازن الثلاث ماشي ممكن أن يكون في عنا أذية مخيخية لكن طالما اعتبرنا أنه عوز البيت ناش موجود فغالبا لا تحدث لا يحدث في التصلب المتعدد تحت الحاد الناجم عن عوز البيت ناش إصابة مخيخية هاي معلومة هامة جدا وسؤالي يدور دائما في الخلدي والباري أنه لا يحدث أذية في السيريكيلوم نتيجة الـ P12 ديفيشنسي هذا في العام الأغني مثل ما زهد تذكرت لكم البيت ناش ممكن يسبب مشاكل كتير كبيرة وممكن يتأخر تشخيصه فمن الممكن أن يتظاهر عوزه باجتماع تظاهرات جهازية وعصبية معا أو بزهور أحدهم فقط ممكن بس مشكلة جهازية أو مشكلة عصبية أو حتى بس مشكلة نفسية حتى عند الأطفال بتظاهر على شكل المشاكل فقدان الشهية بس والعصبية ولولو تبكي من أدنى مشكلة يعني فليس من الضروري أن تتواجد كل جميع الأعراض العصبية السابقة للذكر ممكن يكون فيه منها نوع واحد فيقولوا أهل العلمي أن الحالات العصبية أو الحالات المرضية بشكل عام لا تقرأ الكتب يعني نحن عم نقرأ الكتاب نقرأ المرجع ولكن الحال العصبية ممكن تجيك بتظاهر واحد أنت تبسك رأس الخيط وتمشي وراه وبعدين تكتشف المشكلة فممكن أنت أول ما درست هذه الحالة تقول والله يمكن في عنا نزف مخيخي نقص بتصنع الدودة المخيخية أذية مخيخية مثلا في عنا أذية بالحبلة الخلفي في عنا رد في عنا قصة للكحول في عنا مثلا مشكلة انتوكسكيشن بالرصاص في عنا مشكلة خلقية في عنا مشكلة عوزية فلذلك الـ دي فريشل دي جنوسيس كتير هام تركز عليه وبالأخير حتى تبشي ستيب باي ستيب خطوة خطوة بالتوجه حشان توصل للتشخيص النهائي بهي الرسومات اللي عم نشوفها هنا اللي هي حقيقة الأمر التظاهرات السررية للتصلب المتعدد تحت الحاد عم نشوف فيها فقر دم الخبيث اللي فيها بهي اللطاقة عم نشوف فيها فقر دم واضح حجم الكريات الحمراء الكبير تبكل للكريات الحمراء وفي عنا أيضا تفسص للعديد من هذه الكريات والبيضاء وعيضا عم نشوف انه ممكن يكون بالخضاب الخضاب ممكن يكون طبيعي او على حد الأدنى الطبي reusable ما يكون 6-7 ولكن ممكن عوز الفيتامين ب12 يكون موجود هنا الشيء بالشيء يذكر ممكن ايضا عوز الحديد يكون ناقص الحديد يعني يقصد الحديد ناقص ولكن الخضاب ممكن يكون 19 ممكن يكون 11 فليس من الصحيح القول انه اذا كان الخضاب طبيعيا فان الحديد طبيعي وكذلك بالبيت نعش أو عوز في خلايهما والخضاب طبيعي أي معلومة لا تروح من بالنا فلذلك يرجع الأطباء إلى معايرة الحديد أو معايرة البيت نعش لمعرفة ذلك الرومبرج إيجابية هون شفناها هون بالأعلى واليسار عم نشوف مقطع عرضي في النخاع الشوكي عم نشوف في عنا تنكس بالأعمدة الخلفية هاي الأعمدة الخلفية هدوهاد وهدو الأعمدة الجانبية والأعمدة القشرية النخاعية وأيضا في عنا الأعمدة المخيخية النخاعية والسبل أيضا عم يكون فيها مشاكل موجودة أيضا على الخط الناصف بالطرفين بالنخاع الشوكي الخدر والتنميل موجود شك دبابيس وأبر هذا أحساس دبابيس وأبر بالإيدين كمان يكون موجود وأيضا في عنا الرنح هنا الأخت المريضة رنح خاصة بالظلام عدم الرؤية في الظلام هذا كمان من المميزات اضطراب بحس الاهتزاز موجود أيضا هنا أيضا في عنا فقدان حس الوضع أنا بس حضرتكم بالعصبية بشكل عام وبأمراض طب الأطفال أو بأمراض العصبية بشكل عام أن يكون في عندكم ذاكرة بصرية ذاكرة بصرية وأن ما تحفظ الشغلات بشكل مسمط نحن حكيناها باعتبادها الشيء نظري احفظها مع وجود ذاكرة بصرية تتذكر هاي الصورة وتتذكر أن هي مقرونة مع اضطرابات تتذكر اللطاخة وأيضا تتذكر اللسان اللي كبير وبيطال عمل الفم ممكن يكون أملس أيضا تتذكر الأزيات على مستوى الأطراف وتتذكر أيضا علامة رومبرغ والرسمة بالنقاشة وكي تبع التنكس الموجود كتير هام أنه نحن نعوض بشكل سريع البيط نعش فتأخر بالتأشخيص والتأخر بالتعويض ممكن يعمل الريفرسيبل الريفرسيبل يعني أذية غير عكوسة ممكن يؤدي إلى اذية دائمة فلازم هذا يخز بالحسبان وليس بعين اعتبار النغلة العربية ليس صح تقول بعين اعتبار المنطقة الأمامية بهذا السبيل المهادي النخاعي الأمامية الجانبية وهي مواقع الإصابة النخاعية الأشياء في التسلب بتحت الحاد المنطقة الأمامية الجانبية والسبيل النخاعي القشري وهنا هدول النقطين يمين يسار والحبال الخلفية هام جدا أنه تعرف هاي الصورة الصورة ممكن هي تكون هام جدا بالمقاربة السريرية وهم ايضا في الامتحان أنه أين هي مواقع الإصابة الأشياء في التصلب المتعدد تحت الحاد هي المناطق الثلاثة ممكن أن يشار إليها بالبنان أن هذا الرقم A هذا B مثلاً هذا C هذا D وانت تختار مثلاً الخيار المناسب حسب ما ترى مناسباً من دراستك أي حالتين سرية هامات بتوقع أنه حالتين هامات وشيقات الحالة الثالثة ندخل فيها عشان ما أطول عليكم في عنا كمان مريضة أخي تعمرها 50 سنة في عندها إيش مشكلتها؟ عندها ألم أسفل الظهر حاد بصراحة ألم أسفل الظهر شائعة جداً 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 وتجدوا أنه أكثر من 70-80% من مراجعة لليادات عصبية عنده ألم أسفل الظهر بس هي شو مشكلتها هلأ؟ مشكلتها ألم حاد وهو عاداً بيكون مزمن بس مو بس ألم حاد بالطرفين السفليين أيضاً في عندها بالطرفين السفليين في ضعف في ضعف شو مشكلته؟ مو بس أنه حاد ترقى خلال ساعة يعني أكيوت كتير كتير يعني كتير كتير حاد حتى المريضة ما بقى تحسين فينا تحرك إجريها بالطرفين السفليين وكمان ما بقى في عندها مقتر على التبول صار في عندها احتباس بولي في عندها احتباس بولي فحص السريري فرجانا فوراً في عندها شلل رخو بالطرفين السفليين فهذا شو اسمه؟ AFP AFP يعني الشلل الرخو الحاد بالطرفين السفليين هام جداً وله ما يزيد عن 90 سبب مع مستوى حسي القصة اللي قبلة يا جماعة القصة التانية إنه ما في مستوى حسي هنا في عندنا مستوى حسي حسي الألم والحرور في مستوى حسي يعني تحته ما بتحس فوقه بتحس حتى التي تماني الشدفة الظهرية أو الصدرية التامنة الثرسة تماني دون إصابة حسي اللمس أو الحسي العميق أي في عندنا افتراق حسي يعني مستوى الحسي حسي الألم والحرارة حتى التي تماني فيه إشكالية والطراب بس يا زملاء تحت T8 ما في عنا إصابة باللمس أو الحس العميق بقربة الحالة كالعادة في ترافق الإصابتين الحسية والحركية إذن في عندها شلل إصابة حركية في عندها حس اللمس والحس العميق ما فيه شي بس في عنا مستوى حسي للآن والحرارة معناته إصابة حسية حركية فممكن نعمل تشخيص تفريقي إذا فيه إصابة حسية وحركية مع بعضهم فمعناته شو الإصابة يا جماعة غالبا most likely most likely مركزية المستوى الحسي وعدم قدرة على التبول توجه نحو إصابة نخاعية ولذلك على الرغم من وجود الشلل الرخو حيث أن الإصابة حادة ولم تتكامل أعراض لإصابة الأبرموتور ريرون بعد يعني إذا الأبرموتور ريرون ما اكتملت إصابته وما وجهتنا نحو إصابته فممكن أذيته تحتاج إلى أيام أو أسابيع حتى يصير بعدين تشنجي المقاربة التانية في عنا إصابة حس الألم والحرور دون إصابة الحس العميق أي أنها إصابة تشمل كامل الحبل الشوكي عدل حبال خلفية حبال خلفية حس عميق مثل ما اتفقنا بعد التوجه لمنطقة الإصابية يجب علينا انتباه لسير المريض كيف يمشي نجد بالبداية حادة خلال الساعة واحدة وهو يوجه نحو إصابة بعائية ممكن يكون هيموريجيك أو إسكيميك ممكن يكون نسفية أو احتشائية طبعا ما في قصة رد بالقصة أبدا أقول خلال ساعة حادة ما في قصة رد ضرب حادة سير سقوط من شاهق إلى آخر إذن إن الإصابة أمامية جانبية في النخاع والذي يغذي هذه المنطقة مين الشريان النخاعي الأمامي الشريان النخاعي الأمامي لذلك هي متلازمة خاصة قال عنها أهل العلمي أنها متلازمة الشريان النخاعي الأمامي أي أذية تسبب شل المريض خلال ساعة أو ساعتين هي أذية وعائية حتى يثبت العكس وعائية خاصة عند عدم موجود قصة رد حديث لدى المريض فهل السورة اللي عم نشوفها تظهرات سريرية للإصابة ألم أسفل الظهر بدء حاد أو تدريجي في عنا نمل أو خدر بالطرفين سفليين في عنا ضعف وبعدين في عنا الحاح بولي واحتباس بولي بعدين في عنا مبايح سنة تمشي المريضة صار في عنا شلل هذا ممكن يكون ممكن بدون أعراض يعني بادرية أساسية بدون مراقبة التطور خلال الساعة شد الساعة بيصير التطور ممكن يصير خلال دقائق أو ساعات أو حتى أيام وهكذا كيم الشريان النخاعي الأمامي هو نفسه شريان أدم كوكز نعم يعني ممكن يسمي هاي التسمية ولكن هون بالمحاضرة سمينا بهاي التسمية حسب تسمية الفيزيولوجية التشريحية حقيقة يميل العلم حاليا إلى يعني أو منذ أكثر من عشر عشر سنة إلى استبعاد الأسماء الصعبة إلا ما خلى بعضها وإذا حصلوا لأعلماء يحطوا أسماء العضو أو الشريان أو الوعاء أو العصب يحطوا فهو بيكون يعني الأرجح أو الأبديتد يعني ممكن حضرتك كمان تقول التسمية هديك أيضا شكرا جزيلا ولكن هاي التسمية المعتمدة في محاضرتنا حاليا شكرا جزيلا للإضافة شكرا جزيلا متلازمت الشريان النخاعي الأمامي هامة جدا لأنني شفت إصابة حادة وأذية وممكن تجيك على عيادتك حتى لو كنت فاتح بالضيعة أو كنت فاتح بمستوصف عام أو شي عشان تعرفتي أن هي إصابة يعائية وبدأ أي حالة فورية لطبيب أو مشفى مختص نحكي بالتشريحة السريع بالأناتومي من أول تتم ترويت الثلث العلوي من الحبل الشوكي من الشريان الفقري بينما تتم ترويت الثلثي الأوسط والسفلي مكروة للشريان الأبهر الخلفي والأمامي الخلفي يشمل حبل الخلفي وتروى من الشريانين الشوكيين الخلفيين يعني مراجعة تشريحية سريعة ما رحكي فيه كتير قسم الأمامي للحبل الشوكي بعرف جوز أغلبكم ممكن قال لي أنه ما بحب التشريح بهذا المكان تشمل جميع أقسام من الحبل الشوكي عدل حبل الخلفي وتروى من الشريان الشوكي الأمامي وهو فرع للشريان الفقري ومن الشريان الوربية اللي كمان بتنشأ منوين من الأبهر مقطع عرضي بسيط مقطع عرضي بسيط عم نشوف فيه الحبال الخلفية وترويتها الشريانية فهون في عنا منطقة الشريان الشوكي الأمامي وهي منطقة الشريان الشوكي الخلفي وعم نشوف الحبال الخلفية وعم نشوف الحبال الأمامية وعم نشوف أيضا الضفيرة الشريانية الشوكية منين عبتجي المقاطع سهلة وتفصيلية وبنصح بالاطلاع عليها عشان نعرف بستوى الإصابة فالشريان الفقري الموجود هون على الخط الناصف تمام وفي عنا أيضا الشرايين الراديكل الشرايين عبدالعطرت بهالشكل هذا منشأ من الأبهر مباشرة أبهر هذا الموجود النازل هذا الأبهر هون الصاعد بعدين هون تفرعاته ثلاثة وأبهر برزخ الأبهر وهو النازل وأيضا مثل ما قال الدكتور أنه هذا هو الشريان الموجود اللي هو شريان آدم هذا هو الشريان اللي حكي عنه الدكتور جزال الله وخيرا يبدو اطلاعه سابق أو ممكن أخذناه بمحاضرة سابقة شكرا جزيلا للإضاءة وهي توني الموضوع وتفريهه كثيرا طيب أشكال الإصابة اللعائية بناءنا على التشريح السابق عن احتمالين إما إصابة حدوث تجمع بين أشكال الحس مع الحركة على الحس العميق ويبتكون ناجمة عن إصابة الشريان الشوكي الأمامي ومنها متلازمة الشريان النخاعي الأمامي هلأ إصابة سابقة للحس العميق فقط ناجمة عن الشريانين الشبكيين الخلفيين في عندهم ليجن الإصابة وهي إصابة نادرة من الناحية الوعائية إذا شو الأرجح؟ أنه الشريان النخاعي الأمامي اللي هو بيأخذ هذه المشكلة فإذا كان إصابة للحس العميق فقط من الشريانين الشوكيين الخلفيين فالمريض عن دوران حقية بحس الاهتزاز والوضع وعالمة الرومبرج إيجابية وهما يوجه نحو احتشاء في إس كيميك الموضوع الفراكشن بهذا الموضوع بالناحية الخلفي النخاع وبالتالي في أن الشكل السري الإصابي مختلف تماما الآن نحكي عن فقرة كتير هامة وبسيطة بشكل الوقت شو هنا أسباب متلازمة الشريان النخاعي الأمامي؟ أول شيء أغلب تروية النخاع الشوكي تأتي من وين يا جماعة؟ من الأورتا من الأبهر وبالتالي أي مشكلة تحدث على مستوى الأبهر ممكن تعمل مشكلة بالشريان النخاعي الأمامي وهي الألية الأشياء Most common etiology لهذه الأذية هي أذية الشريان النخاعي الأمامي على مستوى إصابة الأبهر مثل إيش؟ أم دم أبهر تسلق الأبهر والتسلق العصيدي Atherosclerosis التداخلات الجراحية على الأبهر كتير هامة كمان النقطة الثانية من الممكن أن يكون السبب قلبي ممكن مثلا في عنا اضطرابات نظم قلل وعائي قصور قلب أذيات قلبية احتشاء عضلة قلبية وهكذا أسباب غير وعائية تنفس التروية الأمامية الجانبية مثل إيش في عنا رد على هذا المكان أو ممكن انضغاط compression للفروع الصغيرة المروية للجذور العصبية من الفقرات الشوكية وآخر سبب ممكن يكون هو نادر اللي هو الأوتو أميون ديزيز الأمراض المناعية الذاتية إذن ما هي أسباب متلازمة الشريان النخاعي الأمامي أشيع سببه وأذيات الأبهر ومدم الأبهر تسلق الأبهر تسلق عصيدي تداخلات جراحية على الأبهر اثنين سبب قلبي ثلاثة أسباب غير وعائية اللي هي الردود وممكن انضغاط الفروع الأمامية وممكن أسباب مناعية ذاتية لكن نحن نحب الكمان إز كمان أشيع سبب هو أذيات الأبهر أعراض المتلازمة هم نقطة most important the vast majority important هي الظهور المفاجئ الخاد في عنا sudden onset sudden onset فدوث مفاجئ دوما ألم مفاجئ بالعنق أو الظهر أسفر الظهر وينما كان على مستوى هذه المسير ممكن يكون تسلق الأبهر طبعا تسلق الأبهر ما بيجي بس بأعراض عصبية ممكن يجي بأعراض كمان قلبية أعراض صدرية أعراض خناقية ولكن بالناحية العصبية اللي عم درسها هلأ ألم مفاجئ بالعنق أو الظهر شلل نصفي سفلي رقو مترقي بسرعة مع فقد المنعكسات اللي هي مشتنة شو مسمية صدمة نخاعية صدمة نخاعية وأيضا ضمور عضلي بس ضمور عضلي طبعا هذا بيصير بعد فترة بسبب إصابة القرن الأمامي أنه المرافق نقطة الرابعة افتراق حسي الافتراق الحسي من لاحظ سلامة حسي الوضع والاحتزاز مثل ما بلشنا أول سلايت أو أول فقرة مع فقدان حسي الألم والحرور لمستوى حسي معين في عنا السلس البولي مثانا رخوة في مرحلة الصدمة النخاعية وممكن بعد فترة تصبح تشنجية ممكن رح نرجع نعمل شيريك مرة تانية رح تشيريك من عندكم زملاء رح تشارك ولا هنرجعت لا حكيم لا رجعت شكرا جزيلا شكرا للإضاءة النقطة اللي كنا بدنا نقولها أنه الافتراق الحسي ملاحظة سلامة حسي الوضع والاهتزاز بس في فقدان للألم والحرارة عند مستوى معين النقطة اللي خامسة هي سلس بولي مثانا رخوة في مرحلة الصدمة النخاعية بعدين بصبت تشنجيه بعد فترة من الزمن الملاحظات الهامة اللي بدنا نحكيها أبل ما انتقل الحال الرابعة الأعراض السابقة تعد نموذجية ومن غير الضروري أن تصادف جميعا عمليا لأن الحالات لا تقرأ الكتب فقد تكون الإصابة لحبل واحد أو سبيل واحد فقط ضمن الحبل الشوكي حتى تكون ناجمة عن سداد أحد الشرعين الصغيرة كما هو الحال في باقي الأذيات الإكفارية يتحسن المريض بعد العلاج في حال كان الاحتشاء بسيطا أما في الاحتشاءات الوماسعة وعند التأخر في التشخيص فغالبا الإنذار انذار سيء جدا انذار سيء جدا إذن هاي الحالة اللي هي حالة بتوقع يعني شيقة حالتنا كلهم اليوم صراحة مميزات متلازمة الشريان النخاء الأمام أنا أبدأ سأل الأخوة الزملاء المنظمين بتحبوا تاخدوا استراحة ونكمل في وقت محدد بتحبوا للمحاضرة هي قدية مدة محاضرة بتحبوا تكون ساعتين بكتور لا ما نكمل بباحتك حكيم شوفهم من قاسب منكمل منكمل نحب العادة منكمل صراحة أنا بعرف من خالي انه بعد خمسة واربعين دقيقة من الإعطاء بيصير شوية يعني نقص بالاستيعاب بتحبوا ناخد استراحة عشر دقيقة ونرجع يا ريت حكيم طيب حكيم طيب زملاء بناخد استراحة عشر دقايق طيب حكيم بس سؤال بس سؤال عن الحالة دكتور هلأ نحنا يعني شفنا الأزية الشريانية اللي عبتسبب متلازمة الشريان النخاء الأمامي يعني غالبا عبتصيب الأبهر تمام يعني الأبهر كاملا يعني والشريان سواء النخاء الأمامي ولا الشريانين يعني حتى القسم الخلفي يعني من النخاء يعني شريانين الشوكيين الخلفيين هلن عبين شقوا من الأبهر بالنهاية يعني فلا يشمع بيتأثر الشريان أو الشريانين الشوكيين الخلفيين يعني نعم شكرا جزيلا دكتور هلأ هو بصراحة سؤال هام جدا وبيدل على تركيز ممتاز بمحاضرة هذا الشيء أنا بيعجبني بصراحة النقطة لبنى الأولى أول شيء أنه مو غالبا بيصاب كل الأبهر وإنما بتكون الإصابة بمكان قد يكون محدد التسلخ تعرف وحضر تكون أخطوب القلبية والجراح القلبية أنه التسلخ الأبهر وأذية الأبهر والعمليات بتكون على مكان محدد أو موضع ممكن لا يتجاوز الخمسة سنتي عشر سنتي حسب الأذية الموجودة يعني فمن وين عبتجي الأذية هاي فبيرافق أذية للشريان المرافق اللي بيرفق اللي بينشأ من هذا المكان فمتل ما ذكرنا هون بحب أرجع بقول أنه بالتذكرة التشريحية التلت العلوي من الحبل الشوكي من الشريان الفقري صح؟ بينما التلتين الأوسط والسفلي من وين من الشريان الأبهر فحسب الإصابة الموجودة فأنت شفت أنه وين كانت إصابة هاي المريضة؟ فوق أولا تحت؟ كان في سوية حسية إصابة تحت إصابة سفلية صح؟ حكيم إيه إصابة سفلية صحيح يعني ما هو فقري تحت لازم يعني هو طبعا الفقري بالنهاية بيطلع يعني من الأبهر وتحت الترقوع أحسن أحسن فممكن أنت مثلا تكون في عندك دوران جانبي موجود أو في عندك تروية جانبية أخرى موجودة أو حتى التروية تكون بهذا المكان الأشيعة والأرجح حسب الدراسات السريرية اللي هو بالأبتو ديت وحسب الدراسات اللي صارت أنه أرجح الشيء هو متلازمة يعني الشريان النخاعي الأمامي هي أرجح الشيء وشان هيك يسموها متلازمة يعني صابت الحبل الخلفي أو عفوا الشريانين الشوكيين خلفيين هي قليل ما يشوفها أو قليل ما يتحدث عنها بالأدب الطبي وحتى بالدراسات اللي تم الاطلاع عليها بصراحة فمشان هيك أنت يعني الأزية هون صارت أزية حركية كبيرة الأزية الخلفية هي أزية خلفية للحبل الشوكي اللي هي عيجي منه الشريانين الشوكيين خلفيا فما بعرف إذا كان إجابة واضحة لأن الشريان الشوكي الأمامي هو فرع أيضا للشريان الفقري وليس فرع للشريان الشوكي الخلفي فما بعرف إذا الإجابة واضحة أو ممكن نفسرها بتفسير آخر دكتور تفضل مشكور حكيم الله يزيك الخير يعني شكرا جزيلا إذا حدا عنده سؤال ممكن أجل لبعض الاستراحة شفت أنه بعض الزمل أحابين يستريحوا بعد خمسة واربعين دقائق أبعرف من حالي أنه الاستيعاب بينخفض لأكثر أو أكثر من النصف يعني فاستراحة وبنرجع بعد عشر دقائق إن شاء الله أو بتحبوا خمس دقائق كمان بصير شو الطالب للزملاء شكرا جزيلا خليها أسر حكيم عشر دقائق توكلنا الله يلا سلام عليكم على أكثر آلام شكرا جزيلا اشتركوا في القناة 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 إذا كنته هام على كل الأصعيدين وخاصة الناحية العملية السريرية المستقبلية إن شاء الله لحضرتكم في عنا مريضة عمره 43 سنة ما كان عندها يعني ما في أي past history ما في عندها قصة سابقة بس في عندها من فترة أصيرة كتير في عندها دوار تمام ومن سنوات بتقول في عندها خدر بإيديها بس ما في قصة ألام جدرية أو رأبية بس من عدة أشهر شو صار معه صار في عندها صعوبة بالمشي تترقى تتريجيا الشيء الحلو أنه رح أرجع أشارك الشاشة معكم هل الشاشة واضحة بنسبة لكم هيا واضحة شكرا شكرا كثيرا رأى رأى دوارانية وهورنر بالأيسر في ضعف بالأطراف الأخ مصي بالانبساط بالطرفين وفي نقص بحس الألم والحرور بالطرفين العلويين بس لو أن عم يمتد عمتد للصدر على شكل نقص حس معلق هيا نعمل أي دكتور أي دكتور جديد في سؤال ما في سؤال شكرا شكرا إذا ما في سؤال العمر يهمنا كثير مريضة ولا مريض مريضة في شي سوابق ما في من قيمة القصة قصة متراكبة بصراحة في كامبونيشن بالموضوع في قصة من فترة أصيرة دوار بس من سنوات في عندها خدر بس وين بيدياته بس شو ما في آلام لا جدرية ولا رقبية بس خدر دياته من أجلت أشهر عندها صعوبة في المشي إذن القصة مركبة العمر شباب ما في سوابق القصة قصيرة دوار من سنوات خدر من أشهر صعوبة مشي الترقي تدريجي الفحص السريري هورنر بوزيتف بالليفت ساي بالأيسر وفي عندنا نستجمس بالإيش رقرة موجودة دورانية للشكل في ضعف بالأطراف وابلسكي موجود بالطرفين في نقص حس الألم والحرارة وين هالمرة بالطرفين علويين لو وين عبيروح للصدر على شكل نقص حس معلق طيب شو فينا نقول عن مقاربة الحالة بشكل بسيط عن مقاربة الحالة الدوار والرأرأة والخدر والصعوبة ومتازمة مثل ما اتفقنا كل العالمات والأعراض بأول ثلاث حالات كمان فينا نعمل لهم شوية يعني تفصيل ودراسة استادي مفصلة الدوار قد يكون سببه إصابة الدهليز والعصب الدهليزي يعني محيطية الإصابة أو إصابة النوة الدهليزية معناته إصابة مركزية أو إصابة مخيخية المنشأة كمان مركزية إذن الدوار بس أنت شفته بأي قصة سريرية لازم تفكر فورم بثلاث شغلات إصابة الدهليز وعصب دهليزي محيطي أو إصابة مركزية النوة الدهليزية جلع الدماغ أو المخيخ الرأرأة إذا سمعت أنت بكلمة رأرأة بدأت تشوف دورانية أفقية شاقولية عمودية شو هي الرأة رأرأة حدية جانبية يعني ممكن تكون يعني جذع الدماغ أو المخيخ ولكن جذع الدماغ والأغلب لأن الرأرأة رأرأة أفقية وين بتوجهنا يا جماعة نحو إصابة الدهليز ونحن بطب الأطفال بشكل عام غير العصبية مثلاً الكبار بلغين الرأرأة أفقية قد تكون طبيعية في بعض الحالات في بداية تطور الطفل الخدر فينا نقارب الخدر ونقول أنه ممكن يكون مركزي أو محيطي ما فينا نحكم عليه بصراحة كمعزول صعوبة المشي منحدد بصعوبة المشي إما تكون أذية هرمية مركزية أو أذية محيطية تلازمة هورنر ممكن تكون أذية من نخاعر رقبي أذية العصاب الودي بمسيرة المرافقة الشرين السباتي الباطن أو ممكن إصابة مركزية عليا إصابة المركزية عليا أبرموتور نيرون وطبعا أصابة بودية هنا عنا العقدة النجمية اللي بتنهتم فيها كتير بهذا المجل إذا مجرد ما تسمع متلازمة هورنر وغالبا عم شوفها وحادية الجانب أذية نخاعرقبي أو أذية عصاب بودية أو أذية مركزية عليا يعني أبرموتور نيرون أو هاي القشرية قد تكون أو أذيات بالسبيل القشرية النازل المهم بنرجع من نكمل المقاربة ضعف الأطراف اللي هي مقصود فيه من أربعة لما منقول ضعف الأطراف هو نسكت فمعاناته الأربعة طرفين سفلية طرفين آلوين تم التحديد إصابة في أحد المستويات الأربعة اللي منحكينا عنها بالحالة الثانية إما أبرموتور نيرون أو لورموتور نيرون أو إصابة الوصلة العصبية العضلة أو العضلة أي أربعة شغلات الأخمصي بالإنبساط غاربا تعني في حضرتكم إصابة هرمية أبرموتور نيرون بابنسكي معناته في إصابة هرمية البيراميدال كلمن هو المفيول المشكلة العمود الهرمي نقص الحس الموجود على مستوى الألم والحرور بالطرفين العلويين هذا مفتاح التشخيص بصراحة الكي تبع الحالة هو هون وقلنا أنه هون الطرفين العلويين وليس السبليين فهي مفتاح الحل وهذا الافتراق الحسي الموجود أي أن إصابة حس الألم والحرور موجودة دون إصابة حس اللمس أو الحس العميق سارفة الذكر والتظاهرات بشكل معلق يعني سلامة الحس أعلى وأسفل مستوى الإصابة شو معناته يعني انتشار الإصابة الحسية الألمية أو الحرورة أو الحرورية بشكل معلق يعني سلامة الحس أعلى وأسفل هالي المستوى يعني هي صارت specific أو صار فيه تحديد limitation فيوجد هذا الشيء فيوجود هذا الشيء هذا رح يقول أنه معناته فيه عننا إصابة بمستوى النخاع حيث تصاب الحزمة الشوكية المهادية الحزمة الشوكية المهادية المسؤولة عن نقل حس الألم المسؤولة عن حس الألم Transfusion هذا حس الألم موجود بالحزمة الشوكية المهادية عند تصالبها وين؟ في الجريماتر في المادة الرمادية مرة بجانب قناة السيساء من جهة لأخرى وهي أول ما يصاب عند وجود أذية في النخاع الشوكي المركزي طيب نرجع من عيد الفكرة مفتاح التشخيص هو نقص حس الألم والحرارة دون تأثر الإحساس الآخر اللمسي أو العميق الغرفين العلويين هذا الأفتراق الحسي Disessuation Sensory هذا بيقول أنه الإصابة هي غالبا رح توجهنا أنه وين أذية في النخاع الشوكي وهي بشكل معلق يعني فوق وتحته المستوى الإصابة يكون تظاهراتها بشكل معلق سلامة الحس فوق وتحت عملنا رانين مغناطيسي كالعادة النخاع الشوكي رانين مغناطيسي يعني إشارة التكهف داخل النخاع وهي مماثلة لإشارة السائل الدماغ الشوكي يعني أسود بالT1 وأبيض بالT2 أسود بالزمن الأول وأبيض بالزمن الثاني بسبب امتلاء التكهف بالسائل الدماغ الشوكي وهي علامة مميزة وحاسمة تمام يا زملاء مميزة وحاسمة التشخيص هو Central Spinal Coat Syndrome متلازمة مركز النخاع هاي الحالة فعندما يأتي مريد ديشكو من غياب حس الألم والحرارة فقط في الطرفين العلويين وجزء من الرقبة أو صدر دون غياب باقي أنواع الحس فيجب تفكير متلازمة النخاع الرانين مغناطيسي عم نشوف على الصورة على الرانين مغناطيسي أيها الزملاء العزاء الأكارم صورة الرانين مغناطيسي تظهر تكهف نخاعي مأخوذ في التي 2 عم نشوف هذا النخاع هذا النخاع هذا هاي المنطقة الزملاء العزاء فيها تكهف هو لازم يكون لونه شو مثل هذا اللون أسود هون اللون أبيض هذا المقطع المعترض بالنخاع الشوكي عم نلاحظ أنه الحزمة الشوكية المهادية اللي تتصالب حاملة مع حس الألم والحرارة الجهة المقابلة يتصالب هذا في متلازمة مركز النخاع هي المشكلة هذا مركز النخاع متكهف هذا هو سبيل حس الألم والحرارة هذا حس الوضع وحس اللمس هذا حس اللمس هذا حس الوضع فمنحلي شوي بشكل يعني من التفصيل متلازمة تكهف أو تجوف النخاع سينجو مليا نشوف أنه متلازمة مركز النخاع وهي إصابة بمستوى أنه مركز النخاع أسباب عديدة منها تكهف النخاع عبارة عن جوف أمبوبي متوسع في القناة السيسائية يحوي السائل الدماغ الشوكي غالبا ما يصيب النخاع الرقبي بسبب رضي أو خلقي أو ورمي وفي بعض الحالات قد يمتد اتجاه الأعلى ليصل لمستوى البصل السيسائية وجدع الدماغ أو باتجاه الأسفل لمستوى النخاع الظهري السفلي وعادة ما يتوسع هذا الجوف أفقيا ضمن النخاع ضاغطا على جميع مكوناته واسوبه له إذن ممكن يكون السبب هو الرض أو شيء كونجنتل أو شيء ورمي طبعا ممكن تكون القصة مثل ما شفنا مخاتلة في قصة يعني خلال الأشهر أو أسابيع أو أكثر ممكن قصة رض كان في عنا حالة لطفل عمره 8 سنوات وقع الطفل من سرير مرتفع حوالي متر ونصف عن سطح الأرض على ظهره وبلش يشكي من آلام بهذا المكان وما اتشخص بشكل صح وبتقريبا بعد حوالي 3 أشهر اتطورت عنده متلازمة تكهف النخاع وتمكشفه بإراني المغنطيسي يا حكيم طبعا غريبا شو هالرد اللي صاب المركز بس وما صاب المحيط إلا إذا كان ممكن طبعا هو يكون معه ورام سابق أو تأخر سابق يعني ممكن هو أقرب شوي أم هيك الرد صاب بس المركز صاب مركز النخاع يعني شو هالرد هذا نعم نعم وفعلا كانت حالة مخاتلة مشاني قدرت 3 أشهر حتى انكشفت حتى تم أجرع الليني مغنطيسي حتى انكشفت فهي حالة ندرة فعلا كان الرد هو السبب نعم يعني من أغرب ما يكون فعلا من أغرب ما يكون يعني كلامك بمحله تماما دكتور تم الشك بوجود متلازمات خلقية وتم الشك بوجود عوز الفيتامينات خاصة البيت 12 وتم الشك بوجود أذيات حسية وأذيات عصبية وتم الشك بوجود شلل أطفال وتم الشك أيضا بوجود علامات الشلل الرخ والحاط جميعها والانسمامات ولكن كنت طلع سلبي لبينما تم اجراء رديني مغنطيسي لهذا المكان وتم أنه التأكد من التشخيص شكرا لسؤال الجميل التظاهرات السريرية اضطراب حسي معلق أين إصابة مركز النخاع ستؤثر على السبيلين الشوكيين المهاديين المتصالبين من طرف لآخر عبورا عبر الملتقى الأمامي في النخاع فينجم عن ذلك غياب حس الألم والحرور هذا الشيء شفنا بهذا المقطع هذا المقطع الكلام المذكور أدناه يدرس برفقة هذه الصورة ويدرس برفقة هذا الرنين وطال الإصابة الحسية الطرفين العلويين والصدر بشكل معلق لأن التوسع غالبا ما يكون في مستوى النخاع الرقبي كما ذكرنا بحيث يكون الحس طبيعيا أعلى وأسفل منه إضافة لكونها ثنائية الجانب ويعود ذلك نظرا لكون الإصابة في مركز النخاع وليست جانبية فتتظاهر العراض في مستوى الشدفة المصابة بالنخاع اللي هاي تتسمى بعلامة الوشاح أو علامة السترة اللي هي الكيب لايك علامة الوشاح اللي صار عم نشوفها نشوفه دياته وصدره تحت على مستوى الصدر مستوى الحلمتين طبيعي فوق من مستوى القص أعلى طبيعي بينما بين عظم القص وتقريبا زاوية الويس تقريبا طبيعي يمتد على شكل اللباس للطرفين أو وشاح مثل واحد حيث تتلفاحها وشاح على صدره ورأبته إذن التظاهرات سرية اضطراب حس معلق اللي هذا هو اضطراب حس معلق فوقه تحت المافشي طبيعي بس فيه إصابة معروفة افتراق حسي باسوسييتد سينزوري لوز الإصابة الحسية هنا تطال حس الألم والحرورة دون الحس العميق يكشف عنه فحص الحس المتأني الدقيق لا حدث في حال توسع أعراض أخرى إذا كان في عنا مشكلة بالأمام أصاب القرون الأمامية فالشلل الرخو مع ضمور عضلة في اليدين تقلصات حزمية في الخلف تظهر إصابة الحبل الخلفي حس العميق مثل الرنح وإيجابية علامة رومبرغ إلى الجانبين تظهر إصابة الحزم الهرمية في الجانبين أي حدث شلل تشنجي تحت مستوى الإصابة مع أخمسيان بالإنبساط يعني أبرموتور نيرون إلى القرون الجانبية والسبوع القشرية الشوكية الجانبية تتأثر الوظيفة الذاتية الإعاشية وتحدث متلازمة هورنور بنفس الإصابة بنفس جهة الإصابة عفوا يعني إيبس لاترال نفس الجهة بسبب إصابة أجسام العصبونات الودية المركزية التي تتوضع في القرون الجانبية للنخاء الظهري وقطن العلويين إلى جدع الدماء قد يمتد الأمر مؤديا إلى متلازمة جدع النخاء متلازمة جدع النخاء أو جدع الدماغ عفوا متلازمة جدع الدماغ وأول ما يتأثر مثل ما تعرفوا البصلة وهذا بيسوي عراض دهليزية وقد تصاب العصاب القحفية الناشئة منها فقد يتجمع عنه إصابة نواة دهليزية ونواة العصاب القحفية الناشئة منها فتظر عراض عسرة البلع والتصويت والرأرأة والدوار إذن عراض أخرى تأتي في سالف الأمر إذا الأدام للقرون الأمامية بعدين إيش بصير؟ الشدل رخو مع ضمور عضلي يعني هذا بعدين متقلصات حزمية أدماته اللور موتور نيرون خلف راسبون خلفي ميفي وحس عميق حس عميق مسؤول عن الرناح وإجابة رومبر بالجانبين عم نشوف الحزم الهرمية شلل تشنجي عبر موتور نيرون تحت مستوى الإصابة مع بابنسكي قرون جانبية وسوء القشرية شوقية جانبية الوظيفة الذاتية متلازمة هورنور بنفس المكان نتجة إصابة ليش؟ لأن إجسام العصبونات الودية المركزية الموجودة بالقرون الجانبية النخاع الظاهري والقطري تتأثر إذا امتدت الإصابة الوشاح بعد هالشي لجدع الدماغ متلازمة جدع الدماغ تنصاب البصلة والنويات الموجودة فيها والأعراض الدهليزية الموجودة عسرة بلع وتصويت ورأة ودوار ولحظة هامة من أول عندما تقتصر الإصابة على مركز النخاع ستعطي حسة معلق فقط وهذا نادر وكلما توسعت الإصابة ستظهر أعراض وعلامات أخرى مثل ما ذكرنا فوق ممكن تتوسع لأدام والأورى واليمين واليسار وحتى ممكن تصيب تصيب القشرية الشوكية حتى جدع الدماغ فلو يمتمتد ممكن تصيب وتظهر أعراض سرية جديدة كيف نعمل يعني كونفرميشن بده راني المغناطيسي منشوفه بدل تجويف سائل دماغ الشوكي أسود على تي واحد وأبيض على تي تو الملاحظة الثانية دي أزقر أنه في حال كانت العراض شديدة يمكن القيام بإجراء تصريف جراحي للسائل الدماغي بحط صارفة شنط بهدف تخفيف الضغط قليلا وتخفيف الأعراض الألمية والأعراض العصبية بهذا المقطع نحن مثل ما نعمل نشوف أنه نشوفي عنا مقطع عرضي المراكز الودية في القرون الجانبية للنقاع الشوكي حدثنا على الأغرب علامات أعراضها بالحكي السردي هاي متلازمة كهف النقاع عمشوف سيرانجي ميليا هذا الجوف المتوسع وهذا الجوف المتوسع هذول الأهم شغلطين عمشوفونا يعلمت الوشاح الموجودة شفناها أعلى وهي علامات الضمور باليد بعضلات اليد بسبب خلل التغذية العصبية هذا الكيب لايك علامة الوشاح الألم والحرارة التروسيزيشن لوس إن بس سؤال هون اللقب بالصورة الجانبية للرنين كيف فينا نميز الإصابة فقط مركزية عن إذا فيه إصابات محيطية ملازم تكون المقاطع عرضي نعم نحن بصراحة برنين ماراتيسي فيه تكهف فيه تكهف واضح شايف حضرتك فيه مكان السهم إذا شفت السهم هذا الأبيض فيه نكبر الصورة شوي إذا ما واضحة شوفهم دكتور السهم الأسود يعني القطر النخاع يعني أقرب للطبيعي أو طبيعي السهم الأبيض الكبير فيه قطر النخاع إيش؟ كبير فهي الإشارة الموجودة مملوء هذا معناته بسائل مملوء بسائل وحتى أن هذا السائل مرتفع ورح يوصل للوزتين المخيطيتين فهذا يعني المقطع هو كافي أما إذا أردنا يعني ندرس أكتر مشان سؤال حضرتك فلا يحرج أنه بإجراء مقاطع معترضة ويعني ولا يحرج من ذلك فهي دراسة هتكون كاملة بصراحة وأكيد نحن ما رح نقتصر على الدراسة بصورة وحدة ولكن هذا الشيء اللي رانيين هو يعني ممكن نعمل الكونفرميشن بشكل بسيط يعني لا يحتاج إلى كثير من الجهد حتى يتأكد التشخيص ما حدا عنده سؤال ننتقل للمقاربة الخامسة طيب شكرا لكم هالمرة في عنا شوفير عمره 40 سنة صار في عنده ضعف مترقي بالطرفين السفليين اللي هن الساقين تحديدا بس من أشهر ثم ظهر لديه ضمور في الطرف العلوي الأيمن شايفين ضمور الطرف العلوي الأيمن والصعوبة في البلع والكلام فنرجع من الراجعة للقصة أول شيء شو بيشتغل شوفير سائب 40 سنة شوفير مثلا ممكن شوفير شحن بسوق مثلا فترات طويلة تعرفوا حضرتكم ببعض الدول الغربية خاصة مو مسموح للشوفير يمشي بالسيارة يسوق على نفس الوطيرة يمكن أكتر من 3 أو 4 ساعات كل 3 أو 4 ساعات لازم يرتاح عشان ما يسوي حوادث وعشان ما يزي نفسه ممكن فترة الساعات ما أنا بتذكر مظبوط بس هي حوالين هالوقت حتى بعرف أنه من بعض الزملاء الموجودين بألمانيا أنه سيارة الشحن بعد ما تمشي مثلا فترة زمنية 4 ساعات بتطفى ما بقى تشتغل أبدا هذا الكود يعني موصول مع كود في نقول وزارة النقلة المركزية أنه ما بصير تمشي السيارة بعد ما تمشي 4 ساعات وتجبر السائق أنه يسريح تعطيه إنزان عشان ياخد مكان مناسب ويستريح فيه مو مثل بعض الدول الثانية فينو يسوق الشوفير 8 ساعة و10 ساعة و12 ساعة وهذا الشيء بيؤدي لمشاكل لصحته عصبية ومشاكل أيضا ممكن نسوي حوادث وإذي الآخرين المهم نرجع بالحالة ضعف مترقي بالطرفين السفلية من عدد الأشهر ضمور في الطرف العليل الأيمن صعوبة بالبلع والكلام عنده تقلصات حزمية وعنده منعكسات وطرية مشتدة والأخمصين بالإمبساط إصابة على مستوى ماذا هل هي مستوى الرسم المحرك العلوي أم السفلي أم السفل القشرية الشوكية أم الشوكية المهادية أم القشرية المهادية أم الجانبية أم الحمل منعكسات وطرية مشتدة ممكن نورون علوي نعم ممكن غالبا يكون نورون علوي طيب تقارب الحالي ضعف العضلي اضطراب أحد مستوية الأربعة لأنها شو هنين؟ إما نورون علوي أو نورون سفلي أو وصل عصبي عضلي أو العضلة الضمور العضلي قبل لك صار عنده ضمور عضلي بالطرف العليل الأيمن في نورون سفلي طيب صعوبة البلع والكلام تكون على مستوى العضلات أو الوصل أو على مستوى العصاب تسعة وعشرة القحفيان شو اسم التاسع؟ العصب إيش؟ اللساني البلعومي والعاشر مبهم أو ممكن إصابة مركزية نوى العصاب في البصري أو السبيل القشري البصري أو خد تكون إصابة محيطية أو مركزية إذن صعوبة البلع والكلام ممكن تكون عضلات أو الوصل أو العصاب تسعة وعشرة أو مركزية نوى أو إصابة محيطية أو مركزية تقلصات حزمية قد تشير وتوجه لنورون سفلي خاصة القرون الأمامية لخواع الشوكي تذكر أن التقلصات الحزمية موجهة بشدة لإصابة القرون الأمامية قرون الأمامية تقلصات حزمية إذا كانت بشكل خلقي لللسان أين نشاهد ومن يعطينا هيك المثال؟ تقلصات حزمية عند طفل عمره ثلاثة شهور ورخه كتير بعدين أدى رخاوته وصيبة العضالات التنفسية شو اسم المراضيك ممكن وجهنا تقلصات حزمية في اللسان لطفل عمره ثلاثة شهور وعنده رخاوة وعنده أذية العصاب التنفسية وأذية العضالات التنفسية ثم تطور أذية تخبر التنفسي ووصل إلى الجهاز التنفس الصناعي هو غالب حالات تسممه شيقي أو نعم عمره صغير شهرين إلى ثلاثة شهور يعني ليس جيليام باري وليس تسممه شيقي عمره شهرين إلى ثلاثة شهور طفل رخو صدره ضيق قلصات حزمية في اللسان تثبيت الجهاز التنفسي شر العضالات التنفسية سمعت من الزملاء وردي جوفمان إذن هو الدمور العضال الشوكي اللي هو وردي جوفمان في العام الأغلب إذن نكمل ونصل إلى اجتداد المنعكسات والأخمص بالانبساط أبر موتور نيرون عصبو المحرك علوي أي الحزمة الهرمية ما في اضطراب بحسي معناته السبل الحسية في النقاع والعصاب محيطية كلها سليمة وهو ما يؤكده وهما تؤكده أن القصة الحركية محضة في مشكلة حركية كله منعكسات وتقلصات وصعوبة بلعو كلام وضمور عضلي ضعف عضلي كله العلاق بالحركة إن هذه الإصابة الشائعة حقيقة عم نشوفها بالمنطقة هي إصابة تجمع بين النيرون العلوي الحزمة الهرمية مثل ما قال الدكتورة شكرا والنيرون السفري القرون الأمامية ويغلب أن تكون التصلب الجنوبي الجانبي الضموري التصلب الجانبي الضموري شو بده تأكيد التشخيص تخطيط عصاب وسرعة النقل العصبي تخطيط عصاب إذن هذا التشخيص هو التصلب الجانبي الضموري يلاحظ أنه عندما تكون هذا المريض إصابة تجمع بين أعراض وعلمات العصبور محركة العليا والسفلي مع سلامة الحس شو يلاحظ يلاحظ أنه لازم يفكر التصلب الجانبي الضموري وهذا هام جدا هذا بجينا على العيادات سواء الأطفال الكبار شوي والبالغين تصلب الجانبي الضموري الضمور العضلي مع التقلصات الحزمية من أهم العلمات الموجهة لأميلة توفي توفيكلاعات رسيكليروسيز اللي هو التصلب الجانبي الضموري الضمور العضلي مع التقلصات الحزمية تصلوا بجانب ضموري طيب شو هو لازم فكر فيه بهالموضوع هو عبارة عن آفة مترقية بجهودة السبب تصيب كل من الحزمة الهرمية والعصبونات المحركة في القرون الأمامية والعصبونات المحركة للعصاب في البصلة هذه أهم الشغلات البتصيبة فنحن منقول الحزمة الهرمية على شكل أذية العصبون المحرك العلوي والنورون العلوي كاشتداد المعكسات والمقوية وأخمصيب الانبساط العصبون المحرك السفلي اللورموتور نيرون في القرن الأمامي تظهر أعلامات وعراض أذيته كالضمور العضل والتقلصات الحزمية لاحظ مواقع الإصابة المضللة باللون الأحمر على مستوى الحبل الشوكي في التصلب الجانب الضموري إذن هذول قرنين أماميين هذول أمامي وهذول السبيل الجانبين هذول السبيلين الجانبين لماذا لا سمي بالجانب بسبب إصابة السبيل الهرمي والضموري بسبب الضمور العضل المرافقة الآن العصبونات المحركة للأعصاب القحفية في البصلة هو الإصابة الثالثة لما بمتدل البصلة صعوبة بلع وتصويت وردت كلامية عم شوف دمور عضل لللسان دمور عضل لللسان وستيفن هوكينغ أحد أشهر مصابين بهذه المتلازمة اللي هو فيزيائي مشهور تعرفوك الله تكون أكثر مني بعض المناحضات قبل أن أنتقل إلى المقاربة السادسة يتميز المرض بسيره المزمن فالأعرض ليست حادة وليست تحت حادة بلئة المريض بشكايات قد تمتد لعدة أشهر بالحقيقة مثل ما حكينا أنه العادة تنتهي الحالة بقصور تنفسه بسبب أصابة العصبونات المحركة المعصبة لعضلات التنفس يتميز المرض بسلامة الأمعاء والمثانا يعني العصاب الجهاز العاشي الذاتي الإنباتي طبيعيا وسلامة الحس العصاب الحسية أما النشاط العقل فهو قد يضطرب وهو قد يضطرب أي حالة هامة جدا وممكن حضرتكم إذا جيتوا على استاج العصبية وعيادة العصبية رح ممكن كل شهر تشوفوا حالة أو حالتين فعلا موجود التصلب الجانب الضموري عنا بمشفى الشهيد محمد وسين معاز الدكتور خارد اليسين شخص عدة حالات بإمكانكم تسألوا زملائكم بالسنة السادسة عن هاي الحالات وتشوفوه وتجدوا تفحصوها بشكل عملي بتوقع حضرتكم أو الجزء منكم عم يدوم باستاج المشفى خيب شكرا زملاء ننتقل إلى المقاربة السادسة إذا ما حدا عنده سؤال خيب شكرا لكم ما في سؤال الصوت واضح؟ حكي مواضح شكرا خير يا رب شكرا في عنا الحالة السادسة رح نحاول تكون أنه هي الحالة الأخيرة أنا أسف طولت عليكم اليوم لكن فعلا الحالة اليوم هي حالات الأكثر شيوعا ومصادفة في الممارسة السريرية سواء كنت طبيب عام أو طبيب عصبية أو طبيب داخلية طفل مريض عمره 16 سنة إجعل إسعاف شو في عنده يا جماعة عنده وجع ببطنه كتير وعنده حس الغثيان وما فينه يبول من 11 ساعة يا دكتور ما عب حسين يبول وبطنه عب وجعه وفي عنده غثيان فحصنا للمريض فشفنا أنه في عنده اضطرابات حسية بالقدمين خلال 12 ساعة الماضية صاعدة باتجاه الصدر مع ضعف بالساقين والتي تتطور بعد حوالي يوم 24 ساعة إلى شلل في مستوى الصدر وما دون الصدر شايفين معاته في مستوى شو هذا مستوى مستوى يعني قد تكون سوية مع فقدان القدرة على القيام بالحركات الإرادية وفقدان كل أنماط الحس إذن حالة خطرة شيقة فقدان أنماط الحس طفل 16 سنة حالة حادة لأنه إجعل إسعاف شكاية ليست عصبية بحتة في عنده وجع ببطنه في عنده غثيان ما فيه نبول بعدين نحن نفحصه شكرا أنه في مشكلة بالحس القدمين وبعدين ضعف بالساقين ولما عرفنا عنه بالمشفى مرأة بـ 24 ساعة لقينا أنه هذا الطفل صار عنده شلل لو أنه امتد الشلل لصدره والعضرات صدره وممكن حطه على جهاز تنقص صناعي لأنه ما فيه نهو يتنفس وما بقى فيه نهو يقوم بأي حركات إيرادية شو نعمل الابروتش لهي الكيس الابروتش الأساسي حضرتكم بصرته تعرفوه إصابة بمنكونات النخاع الثلاث معا حسيا شفنا حس القدمين حركيا ما فيه نهو يحرك وضعف بالساقين وشلل ذاتيا ما بقى فيه نهو يبون كله مصاب طيب شو معناته كله مصاب معناته فيه أن أدية نخاعية قد تكون شاملة لكل الأجزاء وكل القطع الموجودة أو الأقسام وقد يكون يعني شيء آخر فشو بنا نعمل؟ نعمل complementary investigation يعني بعد استقصاءات التانية فالرانين هو يحب النخاع الشوكي كتير الإيكو عملنا له المثاني ملياني بول حطوا له قسطرة وفرغوا له إياها الرانين مغناطيسي عم نشوف هذه طولانية في النخاع الشوكي وظهر البزل قطني زيادة في تعداد اللمفويات بزلو CSF Lampor Pincture بزل قطني طلع فيه زيادة بتعداد اللمفويات عم نشوف هذا الشريط بالنخاع الشوكي هذا الشريط إذا شايفينه من هون لهون حسب أنا مع بوجه من هون لهون هذا الشريط هذا الشريط هي أزية طولانية من هون لهون هلأ منطلع يمينة يسارة فيه شيء كتلة أو ورم أو شيء فقرة أو شيء عبيض غط على النخاع ولا لا فيه ما فيه إذا لم يذرونين أبيض ضغط على النخاع أما البزل فأظهر زيادة في عدد كوريات البيضاء اللمفوية إذا زيادة اللمفوية معاته فيه inflammation فيه التهاب فهذا التهاب ممكن يكون انتاني انتاني يعني فيروسي أو جرثومي أو طفيلي أو فطري أو سل أو ممكن يكون مناعي مناعي يعني إيديوباثك أوتو أميون ما بنعرف شو السبب كتير مترافق مع أمراض مناعية أو معزول ولازم نعمل بعض الاستقصاءات فكون الآفة ناجمة عن أذية انتانية أو لا عملنا زرع للسائل ما طلع فيه فيروسات ولا جراثيم ولا أي عوامل ممرضة فتم نفي كون الآفة ناجمة عن أذية انتانية وتم تأكيد transverse myelatus transverse myelatus اسمه التام النخاع المستعرض طبعا نرجع هنا للصورة أو للفحص أول شي شو أنه هنا هنا عابيقول في مستوى شلل شلل في مستوى الصدر وما دونه عفقدان المقدرة على قيام الحركة الإيرادية وكل أنماط الحس ما فيه بس انت سمعت صديقي العزيز في كلمة مستوى تحته الأمور تعبانة فوقه الوضع كويس وليس فوقه تحته الوضع كويس وهو فيه الوضع ما هو كويس أي أن الخلل موجود في مستوى فيه سوية حسية اسمه تشخيص التفريطي السريري السوية الحسية بس سمعت بالسوية الحسية هذا غالبا شو التهاب نخاع المستعرض الآن بصراحة من بداية القصة أنه 16 سنة وجعل إسعاف وقلب بطني وغثيان هذا ما قدر على التبول وبعدين صار في عنده الشلل صاعد شلل صاعد صح؟ والطرفين الصفليين للصدر هم كيتفكر بقليان باري سندروم بس ليش شوية يستبعدنا قليان باري سندروم لأنه فيه سوية موجودة بس اسمعت بكلمة سوية بتروح على السيد التهاب النخاع المستعرض العلاج عفوا دكتور أحسنت أحسنت ممكن يأخذ فعلا عدة أيام ممكن الأسبوع الأسبوع نعم شكرا جزيلا علاج قليان باري بتعرفه IVIG ثم فساط البلازمة هنا العلاج جراءات عالية من الكورتزون مع فصد البلازمة بعض الملاحظات الشيقة التي يجب أن نستعرضها قد يحدث انتهاء بالنخلاع المستعرض Transverse myelitis لسبب المجهول أو لسبب انتاني أو تاني للانتان قد يعبر عن إشارة تحذير من التصلب اللويحي كهجمة أولى للمرض هذا سؤال هام جدا لازم تاخدوا بعين حسبان أنه تصلوا باللويحي يمكن يجي على شكل هجمي أولى من التهام نخلاع مستعرض بعدين لما بالأفاتر رجع تجي مرة تانية ممكن بعدين واحد يفكر أنه هو يعني multiple sclerosis أو بسبب مرض مناعي جهازي يؤثر عن نخلاع مثل إيش الثئبة الحمامية الجهازية SLE أو بهجة disease داء بهجة أو sarcoidosis sarcoid ويبقى العلاج في جميع الحالات السابقة واحدة وعلاج مناعي قد تقتصر بعض الحالات الأذية النخاعة على إصابة المصرات والجملة الذاتية فقط يعني ممكن أذية نخاع شوكي مستعرض بس يصير في مشكلة بالتبول والتبرز وما يسيب باقي الأجزاء أو باقي العلامات الحركية أو الحسين ولكن هذا الشيء قليل فقط ونادر الأشيع يكون مثل ما ذكرنا بالقصة السريرية طيب أنا سؤالهم لون السبب انتاني يعني أو التهاب سواء مناعي ذاتي أو فيروسي أو جرسومي إيشو الشيء اللي بيفسر إصابة مستوى واحد فقط من النخاعم وتكون إصابة شاملة مثلا نعم لماذا هو أنه مثلا ما يشاملة هو مجهور السبب ما معروف ليش حقيقة ما معروف بشكل دقيق أنه ليش بس هذا المكان منه اللي هونه المصاب لما معروف ليش مصاب كل ياته هناك بعض النظريات التي تتحدث عن المنشأ المناعي أو المنشأ الجيني أو المنشأ الطفرات أو الاستعداد العائلي ولكنها كلها تبقى نظريات ونجد شيء مؤكد بصراحة هون بحردنا تم النفي الإنتان يعني أنه ما في التهاب صحاية ما في التهاب نخاع ما في التهاب الدماغ فيروسي أو جرثومي هذا المقصود بأنه تم نفي الإنتان ولكن التهاب نخاع المستعرض ممكن يحرضه أي شيء من هدول فاستحد الآن هو ممكن يكون موجود بمرافق لأذية مناعية ومو معروف سببه الرئيسي أو سببه الأساسي مو معروف شكل دقيق شكراً السؤال بعض اعتلالات النخاع الشوكي المناعية تسبب التهابات النخاع المناعية التهاب نخاع مستعرض التشخيص يتم بنفس الأسباب الإنتانية والوعائية والضاغطة ووجود ما يشير الالتهاب النخاع مثل كثرة خلايا في السائل الدماغ الشوكي زيادة في الجلوبيل المناعي في السائل الدماغ الشوكي دليل على الالتهاب في صورة الرئيسي محقن جادولينيوم مادة المعززة الضريلة التي تعزز الالتهابات وتستمر الأعراض لأكثر من 12 ساعة وأقل من 3 أسابيع 21 يوم إجمالا ومن الممكن أن تستمر لأشهر وحتى وإنها استمرت شهر وأكتر ففينا نقول أنه ممكن هذا علامة بادرية برودروم ل مالتبل سكلوروسيس تمام زملاء هلأ بعد أن تحدثنا عن العديد من الأمراض التي قد تصيب النخاع الشوكي سنقوم في هذه العجالة بدراسة وتلخيص بعض الأفكار التي قد تساعد على تنظيم التوجه السريري يعني هي عبارة عن ملخص لشيلة تكرناه بشكل سردي إذا فيه أعراض حركية خزل أو شلل في الأطراف الأربعة أو طرفين سفليين إذا فيه أعراض حسية ضعف حسي في الأطراف أربعة أو طرفين سفليين قد تكون الإصابة الحسية والحركية في الطرفين العلويين أو شبقي في الحالات أقل شوعا أذية الجملة الإعاشية الذاتية الأمباتية تتجلى بالترب مصرات تبدلات في الأعوية الدموية ترب مصرات ممكن تكون ثلاثة او احتباس بالبرز تبدلات الأعوية الدموية بين الضغط وبرتفع ترب التعرق ترب حركة الأمعاء ترب إصابات هورنر، الإصابات العلوية، والإصابات الجنسية، والعنانة، وطباطة أو تسرع من نبض. الرنح الحسي طبعاً هو يعني معناته إصابة الحس العميق، مثل المشي العسكرية أو علامة رومبرغ الإيجابية. العرج المتقطع، اللي هو ينجم عن إصابة عصبية في ذيل الفرس أو أذية في المخروط الانتهائي، ويتسم بعلامة مميزة في علامة العربة. انحناء المريض نحو الأمام في محاولة منه تخفيف الألم، الناجم عن ضغط ذيل الفرس والمخروط الانتهائي. كما يتميز على العرج المتقطع، الناجم عن الإصابة الوعائي، بالمسافة المقطوعة غير الثابتة في العرج العصبي قبل توقف المريض على المشي. يعني بتعرف حضرتكم الدرسة بالقلبية والوعائية والجراحة القلبية، العرج المتقطع، المريض يمشي مئة متر وقفة فينه يكمل. أما العرج الموجود هنا، تبع علامة العربة العرج المتقطع، الناجم عن أذية عصبية في ذيل الفرس أو ذيل المخروط الانتهائي، فهو مو محدود المسافة، فينه يمشي مثلاً خمسمائة متر واحد كيلو مرات ومرات يمشي أكثر ومرات أقل. هذا الفرق أن أذية البيعية. وجود مستوى حسي يكون بشكل حس معلق مثل ما ذكرنا، الإيش؟ علامة الوشاح. علامة ليرمت اللي ذكرناها بأول حالة، هو تيار بارق ينتشر رحو الذراعين من العنق أو على مسار عمود الفقري عند عطف العنق، وتشاهد في التصالب الواحي، غالباً، أو في أذيات نخاعية أخرى، في الأذيات التاغطة، عوزي البيت نعش. مثل ما كنا عم نعمل بكل حالة سريرية، أنه كيف نقارب مريض الأفل النخاعية؟ هي المعلومات السابقة، شكل الإصابة هي شامل النخاع، أم أنها إصابة شاملة شملة نصف النخاع، مثلاً، ما كانت محددة بأحد الحزم الصعيدة أو النازلة. هلأ، سير المرض حاد، ولا تحت حاد، ولا مزمين، ولا شو؟ وجهنا على التشخيص، مثل ما ذكر الدكتور، سير الحاد سريع، غير سيره في غيليان باري. مع مراعاة تأخذ القصة المرضية بشكل دقيق، وانتباه لوجود قصة عائلية أو قصة سابقة، توجه نحو آفة إنثانية أو مرض جهازي أو يعائي، شلال ساعد متعلق بتسلخ الأبهر أو خثرة بالأبهر أو عمل جراحي، نتيجة هبوط الضغط الشديد. بعض التيومرز أو هجمات حديثة للإم إس سابق أو تعرض لأشعة، تعرض لأشعة أيضاً أخذ به عيني الحسبان. طبعاً كلمة بناخد قصة عصبية لازم نحكي عن اضطرابات المسارات، اضطرابات الوظيفة الجنسية، بجوز مريض ما يذكرون هدولة، يعني يستحي، ما يقول أنا عندي مشكلة مثلاً أنه أنا مع بحسين بول مليح، عندي مشكلة بالبول، أو عندي مشكلة بالمشكلة الجنسية، ما يعرض على الدكتور الداخلية أو العصبية، فلذلك مثلما أن الاضطرابة الوظيفة الجنسية حتى عند الإناث، اللي بدون نقص الرغبة، والذكور كيداً أيضاً، وليس فقط مشاكل الانتصاب عند الذكور وهكذا. خطوات اللي بننقل بعدها هي استبعاد الأسباب الاندغاطية، كتلة ضاغطة، فتقنوة لبية، فلذلك هيدنا نسنف هذه من أشكالها حسب الحالات الإسعافية. الريني المغناطيسي ما حقاً دائماً، وذلك يتأكد من أنها ليست حالة إسعافية تحتاج للجراحة، فكل دقيقة فيها تغير من شدة الأذية ومن دار المرض، يعني بيقول لك هون بالقلبية بيقولوا بالنحشارة القلبي بيقولوا الدقيقة تعني التروية، وهون كمان الدقيقة تعني التروية العصبية خير أقول، أو التغذية العصبية، في نافي الأسباب الاندغاطية، إذا نافيناها، نفكر بقية الأسباب، نروح نعمل بزر قطن إلى أمبر بانكتشر، نعمل شوية تحيل دموية، نشوف نحن نعمل شوية التفاصيل بحالة التهابية، بحالة التهابية، نجد المؤشرات التالية، تعزيز المادة الضليلة الشوعية، ترتفع الكرات البيض بسائل دماغ الشوكي، وترتفع الأضاد لإي جي جي بسائل دماغ الشوكي، مشعر إي جي جي بكم ارتفع، فهون إحنا إما نكون الدام حالة إنتانية أو حالة مناعية ذاتية، ضمن سياق التصلب الوحي عند وجود تعرض سابق للهجمات من التهاب النخاع والدماغ والعصب البصري، وهو مرض مناعي يصيب كامل جملة العصبية المركزية، أو داء ديفك، أو حالة التهاب النخاع مستعرض مجهور السبب عند عدم وجود أي حالة التهابية مما سبق، نحكونا عن داء ديفك، هو كمان مرض مناعي ذاتي في سياق نفسه يعني، مزيل النخاعين بجهاز عصب مركزي، بيشبه الـ MS ويتميز عنه ببعض الاختلافات، لذلك يصنف لوحده، يصيب العصب البصري والنخاع الشوكي بشكل أساسي، ودعا الاتهاب النخاع والعصب البصري، يورو مايلاتيس أوبتيكا، إذن ما هو الاتهاب النخاع والعصب البصري؟ هو داء ديفك، هو مرض مناعي، بيزيل النخاعين بجهاز عصب البركزي، بيتميز عن الـ MS بأنه بيصيب العصب البصري والنخاع الشوكي بشكل أساسي، في الحالات غير الالتهابية، الحالات الثانية، نلاحظ عندها عدم ظهور أي من العلامات السابقة، فنكون أمام إما أسباب وعائية، إذا كان السير حاد مع ألم نتوجه لاحتشاء نخاع، أما إذا كان تدريجي بدون ألم نتوجه لتشوه شرياني وريدي، أو أسباب وراثية، أو أسباب سمية، أو أسباب استكلابية، شاردية، سكر غيره، أو أسباب علاجية بسبب تعرض للأشعار، الملاحظة الهامة هون الزملاء، نركز عليها شوي، اللي هي آخر شيء رح ناخده، نجد في إصابة نصف النخاع، أو كما تسمى متلازمة برانسي كوار، غياب حس الألم والحرورة في الجانب المقابل للإصابة، لأن السبيل الشوكي المهادي يتصرف للنخاع قبل سعودة باتجاه المهاد، كما نروح ذو شرعاً تشنوجياً وعلامة بابلسكي في نتجه الإصابة، طبعاً علامة براونسي كوارد، أو متلازمة براونسي كوارد، راح تعدي عليكم كثير في محاضرات لاحقة، أو في محاضرات أخذتمها سابقاً، ورح تعدي عليكم كمان بالجراحات، وحتى ممكن تعدي معكم بالردود بشكل عام، حتى جماعة العظمية بيحكوا عنها، فلذلك راح ناخدها لاحقاً، ونفصلها بشكل أكبر، بس كنقاط علام أساسية، هي غياب حس الألم والحرارة في الجانب المقابل للإصابة، لأن السبيل الشوكي المهادي يتصرف في النخاع الشوكي قبل سعودة باتجاه المهاد، وشلل تشنجي وعلامة بابلسكي في نفس جهة الإصابة، هذه كانت آخر نقطة بدرسنا اليوم، شكراً جزيلاً لإصلاعكم، ولصبركم والاستماعكم، إذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار، تفضلوا. مشكور حكيم، الله يزيك الخير. شكراً جزيلاً لكم، إذا أحد عنده إضاءة، أو إذا أحد عنده استفسار أو إضاح أو ملاحظة، فالمايك مع الجميع. المحاضرة القادمة، حكيم، ننكفي الأديات النخاع الشوكي الثنين، ولا غير محاضرة؟ نعم، سنكون هنا أديات النخاع الشوكي الثنين، بحيث تكون الموضوع منظم برأيك بشكل أفضل. إن شاء الله حكيم، إن شاء الله. الله أعطيك، ألتعفي يا رب. الله أعطيكم، شكراً جزيلاً لكم، أسعد الله مساءكم، ارتاحوا ناموا بكير، وفيقوا الفجر، وعملوا مراجعات الصغيرة للجميع.